السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعيدكم مبارك سعيد كل عام وأنتم بألفه خير إن شاء الله تشوفوا معي نديروا التريد أو الرفيسة طريقة دي العجينة دياله طريقة طهي دياله وهنتم معي كيفاش يجي كيجي مورق وتشوفوا معي النجاح ديال هالتريد هذا تابعوني 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 20 جرام من دقيق سبيل 400 جرام من دقيق جيد 150 جرام 150 جرام مل معنى معرقة من السمن هنا معرقة من العطرية من العطرية من الحانوت نحتاج نصف معرقة صغيرة من الخميرة الفورية و الملح وحبيبة من زفران نضيف من زفران و نضيف نضيف من النبش و نضيف من السمن و نضيف الخميرة و نضيف نضيف من السمن الملح من الملح و نضيف الكرة مستخدم و نضيف فقط نضيف نضيف الملح من الملح نضيف نضيف 150 كرام من داخل الابيض نضيف 150 كرام من داخل الابيض نضيف 100 كرام من داخل الابيض نضيف 100 كرام من داخل الابيض وهذا هو العجيم اشتركوا في القناة 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 في الوقت تطبيق المقلة في أي سبيل المقلاء لنقص الملك ستصل على طريقة سهلة سأجد المقلة سيسافة سأجد المقلة فقط سأجد المقلاء سأجد الملك سأجد المكال لنقص الملك ثم سأجد المقلاء نجد مقرقة نجد مقرقة سخونة و هذه هي الطريقة نستمرت محدة حتى نصل الى اشرة هنا نجد فضل في جهاز هذه الطريقة أسهل كما ترون الورقة هذا هو سر الحمير نصف الخمير الذي نزيده في العجينة يجي ناشف لا يشرب الزيت و يجي لا يدرش حسف المعدة يعني الخميرة ضروري تكون فيها واحد شوية مزيان بالنسبة للناس اللي كدرون المعدة وليم يقدوش على الرغيفة كدام زيتها شوية ديال كنت نزيد الخميرة نتمنى التابعوني في هذه الطريقة وننجح معكم إن شاء الله وما عديش تفقو تأكزو علي هذه هي الطريقة تريد في المقلة اللي كتجي وحدة على وحدة مورقة كما كتشوفو ده بساريت العشراء اللي والين هانتوا ما شتو كيفاش كي يجي كي يجي كيتحل في ساعة ما كيكونش ملساق مواله متابع غاتين تغطوه بشي كتانع وعاد ديرو عليه شي بلاستيك باش كي يرطاب باش كي يزيد يرطاب وباش ما يقصح شلينه كتغطوه كده تغموه وتخديوه يعني كنتوا ويقصح قدية ويقصح قدية ويقصح قدية ويقصح قدية وانتم كتشوفو بالنسبة لتقطاع كتغطوه بطول وتعول تاني تقسمو بالعرض ويجيوكم ورقات ارقاق ومقطعين طريفات صغر هانتوا ما كتشوفو الطريقة وليكم الاختيار كيما بغيتوا تقطعوهم وبصحة وراحة بالنسبة لها الطرق بشوش اللي انا وريتكم هما كتشي كتخفف علينا اللوقفة بزاف ومسيق كتقطع فيهم بورقة بورقة بشوية بشوية يعني هادو كتقطعو فيسع يعني اسرع ما يكون هالطريقة هذي ناجحة مية فيمية فيسع كتقطعو فيسع كي يوجد كما كتشوفو كي يجيو كده مربع كي يجيو يعني مورق وشفاف دبا انا غدين كله دبا اقطاتو غدين ديرو غدين ديرو ربو ساعة من الماء او ديرو 300 جرام من الماء غير غدين غدين ديرو غدين ديرو انفور باش غدين نسقي انسوا معي انباد مع فارلي وطلع معها البوخار هادين حطوه في الطبقة تقديم وغادين نقدو وكما كتشوفو درت واحد الحفرة هنا في القاعد دي الالكسع غادين دير هاد الازليفة هذي باش هنحط عليها تلك الفرج باش كي يجيبين وفي الجناب كتطوري كي يجيبين وكي يجيبين وكي يجيبين وكي يجيبين وكي يجيبين وكي يجيبين هادي كفكرة ونسوم لكم الاختيار طبعا وغادي نزوق رفيسة ديالي بالبيض اللي انا في النتوم في الباظو وفزنجلان سيم سيم وهادي الشريحة اللي انا اعمرتها بالكوك الشريحة ارقتها في الماء مازهر حتى ارتبعت وعمرتها بالكوكو وزوقت بلاكاجو انتو ما تقدروا تسوقوا اللي عندكم في الدرنة غالي عندي موجود بريسة كان حلطة وصفة هادي وعيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دائما مع تقموميكس كوزين ما وكان مع فاتما موسيقى